أعطيك العافية يحيى صب عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام طبعا بالفعل كما ذكرت برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل انطلقت الندوة الطبية الدولية التحديثات في القدم السكري طبعا يوم الأحد الماضي وهي مستمرة حتى الآن ومستمرة أيضا حتى يوم الخميس القادم طبعا بمشاركة عدد من الأطباء والباحثين على مستوى العالم وللحديث أكثر حول هذه الندوة ومواضيعها وأهدافها وأهم ما جاء فيها وبعض التوصيات التي يعني حتى الآن لم تنتهي التي خرجت بها مبدئيا يسعدني أن أستضيف معي سعادة الدكتور محمد الحربي وهو استشاري الجراحة العامة ومدير هذه الندوة الطبية التي تقام في منطقة حال طبعا الندوة تقام أخي يحيا عن بعد سعد صباحك دكتور محمد ونرحب بك معنا عبر قناة الإخبارية دعنا نتحدث عن هذه الندوة أعطينا معلومات أكثر عن هذه الندوة وما هي أولا السلام عليكم ورحمة الله أشكر استضافتكم لهذا الحدث الدولي المهم وكما تعلم الندوة الدولية لتحديثات القدم السكرية هي من الأمور المهمة في مضاعفات ومشاكل داء السكري المتواجد على مستوى العالم وكما تعلم أن نسبة الداء السكري في المملكة العربية السعودية تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين بالمئة مما يعكس أهمية التركيز وتدارك المشاكل والمضاعفات التي تتعلق بداء السكري وأشكر كذلك صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعد آل سعود لرعايته لهذه الندوة المهمة وكذلك لتجمع الصحفي حائل حول هذا الموضوع سيتطرق هذه الندوة إلى عدة محاور ولعل من أهميتها هو رعاية كذلك رئيس الجمعية اليابانية دكتور تيرو هيراشي لهذه الندوة منذ اليوم الأول والفريق المصاحب معه نحن في هذه الندوة يشارك فيها ما لا يقل عن عشرين متحدث دولي من جميع الدول من اليابان وأمريكا والسويد وأستراليا من دول عديدة وجميعهم يعتبرون من الأسماء المهمة في بلدانهم ولديهم أبحاث ولديهم طلاع ولعلنا إن شاء الله نستفيد من هذا الندوة الدولية بمشيئة الله طيب دكتور ما هي أبرز الأهداف التي تريدون الوصول إليها في هذه الندوة خصوصا أنها تستضيف مثل ما ذكرت عدد من الأطباء على مستوى العالم يعني ليس فقط على مستوى المملكة أو الخليل يعني ما هي أبرز الأهداف التي تريدون الوصول إليها من إقامة هذه الندوة كما تعلم المملكة العربية السعودية حاليا في مرحلة انتقالية الحمد لله للأفضل كانت أفضل وستظل أفضل كذلك إن شاء الله في المستقبل فكان الاهتمام في هذا الموضوع يصب في اتجاهات وتوصيات وزارة الصحة فيما يتعلق بالرعاية الأولية الخاصة بالمرضى فالرعاية الأولية الخاصة بمرضى السكري من جميع التخصصات هي أمر مهم وتم مناقشة كذلك أهمية الرعاية الأولية لاكتشاف مشاكل القدم السكري منذ البداية وتم مناقشته أمس عن طريق دكتور ريتشارد من بريطانيا ريتشارد بريسلي ومن توصيته كان أنه يفترض أنه مشاكل القدم السكري تم الكشف المبكر عنها والتحويل المباشر للأقسام ذات العلاقة طبعا من توصيات الندوة كذلك هو تكوين لجان علمية لجان طبية متخصصة في المستشفيات ذات العلاقة لدراسة المشاكل الصحية المتعلقة بالمريض ومحاولة إيجاد السبل المثلة لعلاج المريض في مرحلة مبكرة وكما تعلم منطقة حائل هي منطقة في مرحلة نمو ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن بالتعاون مع مستشفى ملك خالد ومستشفى ملك خالد في مدينة حائل وتجمع الصحية في حائل كان الاهتمام الكبير في مسألة إيجاد أطر معينة لرفع مستوى الخدمة الطبية فيما يتعلق بالقدم السكري طيب دكتور أنا أعلم أنكم إلى حد الآن لم تنتهوا من هذه الندوة أنتم الآن في النصفة هي مستمرة حتى يوم الخميس ولكن أنت ذكرت ممكن بعض التوصية يعني أبي أبرز رؤية هل وصلتم إلى توصيات معينة حتى الآن لا شك أنه بنهاية يوم الخميس سيستخرجون بعدد من التوصيات ولكن ما هي أبرز التوصيات التي اتضحت لكم أو خرجتم بها حتى الآن لعل من أهم التوصيات الحالية هي رفع كفاءة الموارد البشرية الطبية المتواجدة في منطقة حائل سواء من الأطباء أو من جهاز التمريض وهذا شيء مهم جدا وهو من أساسيات ومن أهداف الندوة منذ البداية والسبب في ذلك أنه رفع الكفاءات ورفع الموارد البشرية السعودية لمواكبة المستوى الدولي هي من أهم أهداف التجمع الصحي ووزارة الصحة طبعا يوجد أهداف أخرى ولكن لا زالت تحت التوصيات وتحت الدراسة ولكن لعل من أهمها عمل دورات بالتعاون مع الاستشاريين السعوديين من مارسوا تدريبهم خارج المملكة وتم ذلك بالفعل مع أحد الزمل من مدينة جدة والذي تم تدريبه في دولة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وتم التنسيق حول عمل دورات متخصصة لرفع الكفاءة الطبية المتواجدة في مدينة حائل جميل طيب دكتور يعني بس سؤال أخير على السريع يعني أهمية مثل هذه الندوات ودعمها طبعا هي بتنظيم من تجمع حال الصحي وأنت طبيب من خارج منطقة حائل ومدير لهذه الندوة أهمية مثل إقامة هذه الندوات ودعمها إداريا كما تعلم مثل هذه الندوات مهمة جدا لرفع المستوى العلمي في المنطقة ولعل من أهم ما يحتاجه مدير الندوات العلمية أو نؤتمرات العلمية الطبية بالذات تهيئة الظروف الإدارية المناسبة لمدراء الندوات بما يساعد المسؤولين لحصول إلى الأهداف المتوقعة شكرا لكم دكتور ونتمنى لكم التوفيق في هذه الندوة واستمرارها حتى يوم الخميس والخروج بالتوصيات المأمولة من هذه الندوة شكرا جزيلا شكرا لك دكتور إذن زميلة يحيى مثل ما شاهد كان هذا حديث الدكتور محمد الحربي استشاري الجراحة العامة ومدير هذه الندوة الطبية الدولية والتي مثل ما ذكرت ذكر أهم أهدافها وأبرز المحاور التي تناولتها وأيضا ذكر أنها بمشاركة عدد من الأطباء والباحثين سواء من المملكة أو خارج المملكة على مستوى العالم وهي بتنظيم من تجمع حائل الصحي وبرعاية من سمو أمير منطقة حائل ومستمرة حتى يوم الخميس وستخرج بإذن الله بعدد من التوصيات نعم يحيى نعم إذن جزيلا شكرا لمراسل الأخبارية من حائل الزميل عبدالعز الغرير اشتركوا في القناة